مولود برج السرطان شو نترك بالـ 2023 وكثير منكم قدروا بالأشهر الأخيرة من سنة 2022 يحققوا إنجازات إن كان فيما يتعلق بخطوة مرتبطة بأرض تانية أو بسفر وكمان هيد الأمور رح تضل مكملة معكم بأوائل وبالربع الأول من سنة 2023 عم نشوفك قديش أنت بحاجة لنقل نوعية بحياتك المهنية اتخلصك من أجواء الواقع المالي الضاغطة عليك بشكل غير مريح ويبدو إنك ابتدا تتفكر بالأمر والظروف تبدو مناسبة جدا بالـ 2023 للانتقال باتجاه هذه الظروف أو لتفعيل قرارك بإنجاز قريب يعني حنشوف مولود برج السرطان بالـ 2023 اهتمامه مالي رغم ما كان إنه هالأمور المادية بتعنيله ولكن الأمور المالية كأنه بده يوظفها بمطارح كتير مهمة ليقدر ينطلق من خلاله وكمان يكون أثبت وجوده أو أثبت حضوره بعدة مجالات وبعلاقاته فالعلاقات تبدو بالـ 2023 ناشطة وواعدة وجدا مريحة وخصوصا مع الأشخاص الغريبة عنه إن كان بالانتماء إن كان بالعرق إن كان بالأرض إن كان بالبيئة أو بثقافة مختلفة قرار السفر لتحقيق مكاسب مالية متنوعا ما رح تتردد من الاستفادة منها أو تنفيذها بالأشهر الأولى من السنة وبالصيف كمان ننتظر فيه عننا نوع من الانفراجات المهمة ولكن فيه شغلة يمكن ما تحبه هو عملية الاهتمام بأحد أفراد عائلتك يلي رح يكون أمام متابعة طبية وخصوصا أنسة مش رجل وكمان هيد الأمور شوي حتبقى ملبكتك أو حتى يمكن هيك أعمل لحساب أو ما تخوف منها حنشوف عاطفيا عملية الانسحاب من المواجهات مع الشريك هيده شغلة كتير مهمة رح تعتمدها أو رح يكون أسلوب جديد بالحياة العاطفية مع شريكك العاطفة كأنه هالتقشات الصغيرة والخلفات والخصامات والجفة والتقارب والتباعد مع شريكك العاطفة كأنك هتفضل الانسحاب من هيده الأجواء يلي كمان كانت عم بتوتر العلاقة وعم بتخلي العلاقة أن وقف مع شريكك العاطفة وخصوصا أنه السن الماضي كان فيها فيه بعد الأشهر قطعت فيها بخصومة معينة بالعلاقة معه قلبك ما زال مشغول وقلبه ما زال مشغول فيك ولكن عملية التنازل للشريك تعتبر خطوة سلبية وما رح تفيدك إذا ما حطيت العنوين لعلاقتك معه فخليك بعيد لبينما يرجع يعيد حساباته بمشاعره تجاهك 2023 فيها فرص للارتباط وفيها فرص كمان لنحدد مسارنا العاطفة بأي اتجاه رايح وكمان خصوصا العلاقات الجدية أما العلاقات المهتزة والمنفصلين المنفصل رح يضل قلبه معلق بشريكه مثل ما قلنا ورح يحاول بكافة جهوداته أنه يرجع شريكه العاطفة ولكن أكتركم رح يدخلوا بعلاقة جديدة ورح يكونوا أمام مقارنة فعلية مبان وبان الظروف مبان وبان والظروف رح تحدد لكم الباقي بالعلاقة أدلكم بألف خير وبي باي